بسم الله الرحمن الرحيم مئة مرة عنا طريقتين للتنفيذ الطريقة الأولى نكتب الكود البرمجي مئة مرة وهذا طبعا غير عملي أبدا ويأخذ وقت وجهد وعنا الطريقة الأخرى باستخدام الجمل التكرارية لوبز لذلك الجمل التكراري لوبز من أهم الجمل البرمجي التي تستخدم في جميع البرمجيات واللغات البرمجية ومنها الفيجوال بيسيك مشان هيك يتم استخدامها لتكرار تنفيذ الأوامر البرمجية لعدد من المرات الذي يريده المبرمج وحسب طبيعة البرنامج أنواع الجمل التكرارية في لغة الفيجوال بيسيك هي الدولوب والفور والفور إيتش والوايل والويد والنستد لوب طبعا كل نوع له صيغة رئيسية وبرمجية معينة وتقريبا بنفس طريقة التنفيذ ولكن تختلف في البنية الرئيسية وفي بعض الأمور البسيطة فيها اليوم إن شاء الله رح نأخذ عن الجملة التكرارية وهو النوع الأول منها الجملة التكرارية فورلوب رح ننتقل مباشرة لل للبني الرئيسي للفورلوب الفورلوب في بداية رح يكون عندنا جملة فور من اسمها فور ومن ثم رح يجي عندنا كاونتر الكاونتر وهو يعتبر العداد اللي رح يعد كم دورة أو كم تكرار رح يتم تنفيذ الأمر البرمجي والكاونتر رح يكون هنا عبارة عندنا عن variable الvariable رح يكون من نوع integer double إلى آخره من أنواع المتغيرات اللي احنا عرفناها ومن ثم نعرف as data type data type زي ما حكينا integer double إلى آخره من واع المتغيرات ومن ثم رح يجي عندنا مساواة رح يجي عندنا من ثم بعدها start to ومن ثم end start المقصود start to end المقصود فيها range معين range من قيمه معين اللي هي start ومن ثم to ومن ثم end قيمه معين أخرى ومن ثم رح يجي عندنا step والمقصود فيها الخطوات البرمجية أو الخطوة التكرار يعني اللي رح يكم رح يعد مثلا من واحد لمية هل رح يمشي خطوة خطوة ولا رح يمشي خطوتين ورح نشرحها أكثر في المثال إن شاء الله ومن ثم x اللي هي قيمة قيمة الخطوة ومن ثم statements اللي هي الجمل البرمجي اللي رح يكررها for loop ومن ثم نهاية الجملة التكرارية for loop ب جملة next بعدها يتم الخروج من الجملة التكرارية طبعا في عنا سيض أخرى لل for loop ممكن تمر عليكم وهي بأنه ما يكون في عنا step x لما يكون ما يكون عنا step x هنا رح يعتبر البرنامج by default افتراضيا أنه رح تكون قيمة الخطوة تساوي واحد يعني قيمة x تساوي واحد ننتقل إلى المثال المثال عبارة عن برنامج رح يعد من قيمة صفر لمية رح يعد من الأرقام من صفر لمية ورح يعد خطوة وخطوة شو المقصود خطوة خطوة الخطوة خطوة يعني رح يزيد كل مرة بمقدار واحد يعني رح يعد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة إلى آخر حتى يوصل للمية ما رح يعد واحد ثلاث خمسة مثلا سبعة ما رح يعد يعني رح يزيد رقمين كل خطوة كله بمشي فيها ولكن رح يعد بمقدار خطوة وحد اللي هي تسمى step يعني واحد اثنين ثلاث اربعة إلى آخر حتى يوصل للمية قمت بإدراج البوتون زي ما أخذناها في الدروس الماضية وغيرت لها خاصية التكس من البروباريتيز لقوم بالعدل الرقمية وقوم بإدراج لهي أداة جديدة اسمها list box list box يتم إدراجها من التول بوكس نروح على التول بوكس ومن ثم رح نلاحظ عنا إشي اسمه list box رح نقوم بإدراجه زي ما نقوم بإدراج أي أداة اللي هو أنا فعليا هون أدرجته list box 1 اللي اسم البرمجي إلها name list box 1 list box 1 عبارة عن زي ما نحكي list يعني قائمة يتم إضافة القوائم بشكل برمجي إليها ورح نستخدمها هون بإضافة الأرقام من واحد أو من صفر لمية مباشرة ندخل للكود البرمجي بالضغط double click على button 1 رح هنا نظهر الكود البرمجي رح يكون عنا event click لل button 1 رح نستخدم كود البرمجي رح يتم من خلال جملة جملة for ومن ثم رح نستخدم حكينا الكاونتر طبعا مش شرط يكون الكاونتر الكاونتر حكينا وهو متغير مش شرط يكون اسمه كاونتر ولكن هو افتراضيا احنا منسميه كاونتر كاونتر رح نعد من صفر لمية بالتالي رح تكون الرينجي عنا من صفر لمية صفر تو مية ورح يكون عنا step step 1 يعني رح يعد خطوة خطوة من ثم enter من ثم رح يجي عنا statements الخاصة في اللي هي ايش رح تكون رح نستدعي list box 1 من خلال استدعاء الاسم البرمج الخاص فيها من ثم رح نختار dot اللي هي رح نضغط على dot ورح نختار خاصية items يعني القوائم الموجودة فيها ومن ثم dot مرة اخرى من ثم رح نضيف add ومن ثم رح نفتح قوسين ومن ثم رح نضيف قيمة الكاونتر اللي هي المتغير كاونتر موجود في الفور لوب هيك منكون خلصنا الكود البرمجي اللي خاص بتكرار الاعداد من صفر لمية لو جربنا البرنامج ونجرب البرنامج قدامكم ونشرحه بالتفصيل لو ضغط على قم بالعدل الرقمي رح يعد عندي زي ما انتم لاحظين من قيمة صفر لقيمة مية لو احنا قمنا بمسك الكود البرمجي listbox one dot items dot add ومن ثم كاونتر مثلا والكاونتر كنا نضيف عليه بمقدار واحد كل مرة وما استخدمنا الفور لوب رح نضطر نكرره لمية مرة وهذا الاشي زي ما حكينا غير عملي وايضا باخذ وقت وجهد مشان هيك احنا استخدمنا الفور لوب بكود بسيط جدا يعني يدوب ثلاث أسطور من الكود وكررنا الرقم او عد قام بيعدل ارقام من صفر لمية وقام بيضافتها بال listbox بشكل سهل وبشكل بسيط لو نتبع الكود البرمجي خطوة خطوة في البداية البرنامج بيقرأ فور ومن ثم بيشوف كاونتر بيشوف المتغير حكينا الكاونتر هنا بإمكانك تسميها x بإمكانك تسميها i بإمكانك تسميها j بإمكانك تسميها اي اسم يصلح انه يكون متغير ومن ثم رح يكون عنا as انتجر يعني عرفنا بمقدار انتجر انه قيمته او اللي القيمة رح تكون فيه انتجر او اللي يعني الديتا تايب رح تكون انتجر ومن ثم equal ومن ثم صفر to me ومن ثم step 1 هيك رح يفهم البرنامج انه رح يكرر الكود البرمجي list box1 dot item dot add counter رح يكررها 100 مرة في البداية ايش رح يكون رح يكون عنا صفر اللي هي المرة الصفر لأنه حكينا من صفر لمية فبالتالي المرة صفر بالتالي صفر من صفر رح يبلش قيمة الكاونتر رح تكون عندها في البداية صفر فبالتالي بيطبع رقم صفر ومن ثم رح ينتقل ويزيد بمقدار واحد للقيم اللي كانت هون اللي هي صفر فبالتالي رح تصير واحد فبالتالي list box dot item dot add counter اللي هي one رح يطبع قيمة واحد بعديها قيمة الواحد اللي هي محفوظة في المتغير counter حكينا قيمة الواحد محفوظة في المتغير counter بالتالي رح يرفلها مرة ثانية بمقدار واحد اللي هي بمقدار step يعني رح تصير قيمة اثنين وبالتالي بيطبع رقم اثنين رح يعمل بنفس الطريقة لحتى يوصل للرقم 99 رقم 99 بنفس الطريقة رح يطبع الرقم 99 ومثم رح يزيد له بمقدار واحد رح تصير رقم 100 فبالتالي قيمة الـ counter صارت 100 قيمة الـ counter 100 ومثم 100 300 فبالتالي هون عنا رح يطبع قيمة الـ counter اللي هي 100 فبالتالي رح يضفلنا بمقدار 101 سير قيمة الـ counter كم 101 فبالتالي لما يكون لدينا قيمة الكاونتر 101 بالتالي خرج من الرينج الموجود اللي لدينا اللي هو من صفر إلى 100 فبالتالي هون بطلع من الفورلوب وبتنتهي الفورلوب بطباعة رقم 100 101 حكينا قيمة الكاونتر 1 101 وقام بالخروج من الفورلوب لأنه المي 1 خارج النطاق اللي هو من صفر إلى 100 وهيك منكون طبعا الأرقام من 0% هيك منكون كملنا درسنا البسيط إن شاء الله لليوم في الدروس القادمة إن شاء الله نتعرف على أنواع أخرى من الفورلوب وبعدها إن شاء الله منتطرق لأمثلة عن الفورلوب إن شاء الله بشكل أعمق إن شاء الله بتمنى تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناة وأيضا بتمنى تعملوا تفعيل الجرس مشان يجيكم الفيديوهات الجديدة بشوفكم إن شاء الله في الدروس القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته